موسيقى مساء الخير عليكم مرحبا بكم عندنا في حصتكم حصة شربة جبت لكم اليوم شربة العدس الأحمر هذا شربة العدس الأحمر ملاحة ثانية تتفيدنا في رمضان وننوعوا بها نوع الشربات اللي ناكلوهم نديرو الزيت يسخور ونتحطوه على المقادير العدس الأحمر ألوغ باش نديرو هاد الاسوب تعنا تع نهار اليوم بيانسيوغ البصل هو الأول ندبلوه مع الزيت رح نديرو فيه أطراف تع الحم لأنه العدس يتوالم مع الحم ونديرو فيه حبة بطاطا حبة زرودية البوكي غارني تعنا اللي هو كرافس بيانسيوغ ورندو وزعطرة فيه لطومات ونمرقوه بمارق الدجاج يعني هو فيه الحم رح نمرقوه بمارق الدجاج رح نتعنا إنسوب بنينا بيانسيوغ الميك سيوه رح تولي إنسوب فولوتي إذا نبدو مع بعض بسم الله ونحن نتعنه عدسيوغ البصل أخير هو الأول كما دائما نديروه نقول لك تعرفوا الفوائد تعالدس وهذا لولنتيكوغاي يحبوه دراري وخفيف ممكن ديروه دي سوب إلي ليجي نقدروا ناكلوه ما يتقلناش ما يتقلناش المعدة تعنا وما فيهش لطومات كونسنتخي يعني رح يسهلنا ما يكونش عنا هداك الحرق وحنا صايمين ما يعدبناش فيها السنات توم أيضا ما تحدثت لكمش عليها فيها الزبدة اللي حبي يدير يدير اللي ما حبش يدير ما يديرش أنا اليوم مفضلا ندير لها شوية زبدة مع الزيت مع الزيت والبصل على البالي بليها دراري كامل اللي حبوها اللي ما درتلها شلو بواغو كما درتلها شلو بواغو دونك اليوم ندير لها السنات تاعتوم كما كنت حكيت لكم مقبل البواغو من عائلة التوم والبصل كما نديروه ما نديروش التوم كما يكونش البواغو نديرو التوم أنا نرمي تسنينات كي مراهم كاملين نقليهم مع البصل نديروكم اسوب خفيفة هكذا في الصهراء ما تجيكمش تخمة تقدرو تبوجي ويروح يصلي التراويح ما ينعش في الجامع نديروشي الحم نديروشي الحم نديروشي الحم نديروك نديروشي الحمد نديروشي الحمد نديروشي الحمد نديروشي حمد نديروشي ايضا نديروشي حمد نديروشي حمد فنحب ناكله بنينا ناكله حاجه شابه ونحب ناكله ناكله حاجه شابه ونحب نبذله نحب نكسره هذيك الاغوتين وشهر رمضان يجيب خيره معه في الجدار تعنا يتعمر واحده في رمضان بس كله يشوفوها نشهوها نشهوها نشريوها ناكلنا البطاطا والزرودية مع البوكي غارني توجوه لازم نقليه بينا اذا احنا مدابينا نديرو حاجه بدينا وحاجه اللي متكلفناش بزاف وش زيت لها اضافه كذلك لسو بتاعي نهار اليوم زيت لها شوية روز ماشي حاجه كبيره واحد زج مغارف منها تانيت فيتامين ومنها مش نخطروا لسو بتاعنا كي لا يفعلها بس كي لا يفعلها لسو بتاعي نهار يقوم بس كي لا يفعلها ونحن اقدرت ايضا 250 غرام تعليلانتي يعني 250 غرام تعليلانتي يعني 250 غرام تعليلانتي مع زج مغارف عدس راح ادلكم قدرتها تعني سو بلا بس بها وكي تكون الاسوب خفيفة تقدرو تاكلوه دوزيان بلا وانتوما مرتاحين بسم الله نحن نضيف الزبدة نضيفون راليه نضيفون 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 نضيف البطاتا وزرودية و نضيف الحم اليوم و لا نضيف الحم من الجاج لأنه عدس يتم تحت الحم خير من الجاج و نضيف المرق بمعرق الدجاج نضيف ملح بفلكحال و نضيفه الكمون نضيف الكمون بالكامل نضيف الطماطة الغابة نضيف الملح نضيف الملح ونضيف الملح روح ونحلوها بالحلال سوف نحلوها بالحلال إذا نحلو الاباتتنا سوف نعمروا المول الترتولات التي اختارت لكم هذا النوع المهم يكونوا مول صغر مهم الشكل ترتولات إذا فنسي هذا المول بالاباتتنا ندخلوها كويسة من بعد نديروها لفرس كيف الطيب؟ طيبت بلانتبولي طيبوا امخصو طيبوا مخصوة بولي ملح الفل في الكحل وزعطها ونحطوه ونحطوه بعد أن يطيب لكم هذا المخصوة ونحطوه ميكسر ونحطوه في فاتو يجب عليكم ان يكون مباتتنا من بعد تأخذو الممازورة 100 جرام كرام فخش طلعوها بالباتر ضربوها 1-2 مينوة بالباتر وتخلطوهم في زوج مع بعضهم 100 جرام كرام فخش مع هدك البلانتبولي أو كويسة بولي طيبتوها وميكسيتوها لنحطوه ونحطوه ونحطوه طيبت ونحطوه 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 لإذان حجه مقليه نقص شوية من القليان في سالة رمضان لا يستحب لا سوت بباتر هذا يمن تأكلها بحاجة إذا فرنسيوهم مليح باش يأخذوا إذا أنا نوصل على هات الطريقة وندخلهم يطيبو ورح نتلاقاوا بعد ما يطيبو باش نزينوهم إذا مرحبا بيكون معنا من جديد بعد لي طابوا لي فوندو تقتولت صالي تيادنا وبعد ما حكيت لكم على الفخص تعنا وش فيها لقد قلنا صدرتها على الجاج مع الكرام طلعناها كرام فخش طلعناها بوشادول رح نعمروا بها لتخت تعنا مع أنهم صديت تخت صالي على قطتكم ميكسينا هاداك الجاج بعد لي طاب وخلطناه مع الكرام فخش ودو كان نديرو لهم لدكوراتيون دوك لدكوراتيون عندكم لدكوراتيون كما تحبو بار إخزمنا اليوم اختاريت لكم دي شيبس دي شيبس أو فخماج بمدو تر درنا دي شامبينان دي كورنشان ونتو ما لديكم لدكوراتيون كما تحبو دعونا دي شامبينان دي شامبينان دي شامبينان دي شامبينان بيانسيو كل واحد يراعي واحد عندولا اتنسيو واحد ما يحبش هذه الحاجة كل واحد يدير وش يخرج عليه الموهم احنا ايه انبريزنت ببلزير ايدي وانتوما دير وش حبيتو بالي بلي بلي شيبس دلالية رح يحبوهم تقدروا تزيدو لهم ثانيت شيئا مع ادنوس تقدروا تديرو كل شيء وبهقدان كونوزينا الطاولتانة على رمضان وتاكلوها بالصحة واللي هنا ان شاء الله وان شاء الله نتمنى انكم تشوفو وتعاودوا معانا اذا هكذا ديكورينا اللي صالي تواعنا يبقى لي غير نميكسي لسوب دولانتي ديالي ونتلاقاه في صحن التقديم مرحبا بكم معنا في صحن التقديم بعد جهزة طباقنا وحطيناها في الطابلتان اذا نذكركم مجدرنا نهار اليوم ندرنا لسوب دولانتي كوغاي اللي هي حساء العدس الاحمر قدمناها بديك روتون دو بان توم مقليوهم سوا في الزيت زيتون سوا في شوية زبدة وشوية زيت ديالي شوية معك نوس اللي حبي زيت في خماج غبي يقدمها بي كم صالي درنا اليوم بدي تختولات صالي أباس دو بات بريزي يعني درنا العجينة بريزي ولا ديرو عجينة تسابلي ديروها فونسي وبيها اللي تخت التواكم درنا انموس أوبولي اللي كانت صدر دجاج صدر دجاج عفون طيب في البصل والماء ميكسينا خلطنا معها لكران فخش قد الجاج قد لكران فخش درناها في بوشا دوي عمرنا بها لفن دو تخت صالي تواعنا ديكوراسيون درنا شامبينيون شيبس ولا ديرو كورنيشان ولا واش حبيتو الاختيار لكم المهم تزينو الطابلة تعكم هذا هو المهم والمفيد في شهر رمضان باش الولاد الصغار يقدروا يكلوا وانتم ايضا ايضا بهذا الاطباق تعانها اليوم قلكم شاهية طيبة وإلى اللقاء ان شاء الله اشتركوا في القناة